الاشتباكات هنا على أشدها ليس بالغازات والحجارة فقط بل بالألفاظ أيضا فبينما يصف عمران خان الحكومة الباكستانية باللصوص تشبه الأخيرة بالفأر المختبئ في جهره أعلم أن كل الأشخاص الموجودين في السلطة اليوم رئيس الوزراء شهباز شريف ووزيرة الداخلية إضافة لشخص من المخابرات هم الذين خططوا للهجوم على حياته التصعيد الأخير بين خان والحكومة ليس وليد الأيام القليلة الماضية بل نتيجة صراع على السلطة بدأ بالإطاحة بخان قانونيا وعبر البرلمان ففي أبريل من العام الماضي حجب البرلمان الثقة عن خان وفي أغسطس اتهمته الشرطة بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد أمر أغضب أنصاره ليتعهدوا بالسيطرة على العاصمة في نوفمبر من العام نفسه تعرض خان لعملية اغتيال لتبدأ شرارة المواجهة الأخيرة نهاية فبراير الماضي بمذكرة اعتقال تتعلق بقبول هدايا غير مشروعة الحكومة الباكستانية تؤكد أن قرار إلقاء القبض على خان قضائي مستقل وليس له علاقة بالدعاءات عمران خان حول حرمانه وحزبه من خوض الانتخابات المقبلة انتخابات يفصل البلاد عنها نفق بدايته تكتض بمواجهات الطرفين وقد تحجب الضوء في نهايته إذا محتد مصيرها رائد المصطفى العربية